سلام عليكم وبركاته و بركاته و اخوتي اخواتي بخير و هنين كراكم بزيانين اتمنى اكم جاهزكم بخير و على خير في المقنت وتمك تجاهدوا في الفيديو مرحبا بكم معي في فيديو جديد فيديو دياليوم اجيت ان شاء الله سنتقسم معكم كسكسو بالحليب او الطعم بالحليب بطريقة السهلة و بسيطة بالنسبة الاخوات المبتدئات فقد تتبعوا معي الفيديو من قول حتى الاخير سوف ينال إعجابكم بسرعة إن شاء الله بطريقة كما قلت لكم سهلة وفي ساعة كي يتحضر فقبل ما نبدو الفيديو دينا أخواتي ما ننسوش كيف ملعادة بالصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم ومبارك على سيدنا ومحمد وعلى آلي وصحابي أجمعين إذن أخواتي نتساوني شبهة اللايك على الفيديو وانتما كنت تفرجوا لقد قلتوا الأول مرة تشاهدوا الفيديو لقد قلتوا القناة وكن نقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتيكم معكم غتشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش بقوا تنصلوا وبكل ما هو جادي ندوز المكونات وطريقة مع بادياتنا فباسمي الله على باركاتي الله واحد القصرية وضعت فيها واحد الكيمياء من الكوسكوس أو الطعام كما كتلاحظو كل هو بش كيسميه بركوس قريبا معلقة كبيرة دي زيت نباتية ومن بعد حاوت أنني ندخل فيه كل ذلك الزيت يعني حتى كيتلبس كله بالزيت بعد هنا كناخد جوج كؤوس كبار دي اللما اللي كيكون عادي من روبيني وكن روي به داك الكوسكوس هذي طريقتي الموعتمادة في التبخير أو تفوير أو طاهي الكوسكوس يعني بطريقة اللي مبسطة وسريعة بزات بعد ما كنوضع ليه داك جوج كيسان دي اللما كنخليها كتقريبا واحد عشر دقيقة حتى الخمسة عشر دقيقة حتى كيتشرب مزيان دي اللما وعدو كندوس كنحلو وبهالطريقة هذي فاش كنحلو هره ما كيتعجن ما كيصرالو حتى شي حاجة انتم الصورة قدام عينيكم واضحة بالعكس بهالطريقة هذي كنكونو حيدنا علينا واحد فويرة يعني فعوض ما نفوروه أو نبخروه ثلاثة دي اللي مرات نبخروه غير جوج دي اللي مرات يعني في السع كيتحضر وهالطريقة رها زوينة بزاف من بعد ما حليتو كنوضعو في الكسكاس كيف ما لحتو معاي في الصورة هنتو ما رحباء لاختها ما معجن ما كيصرالو والو بنسبة لاخوات المبتدئات تجربو الطريقة كيف ما هي غدي جيكم وعراء ان شاء الله صافيو كنضيفوه تفور المدة ما بين خمسة وعشرين حصل ثلاثين دقيقة من بعد ما كتمر داك المدة هذي كنحيد الكسكاس يالي كنناخد هنا وحد لإناء كيف ما لحتو معاي اللي كيكون كبير هل حسب الكيمياء دي الكوسكوس أو الطعام هذي تفورة الأولى كننوضع لها واحدة رشيشة دي الملحم بعد ما كنحيدوه ملكسكاس وكنحاول نحلها كاب واحدة معلقة دي الخشب حيث كيكون سخون من بعد كنناخد ايضا الماء اللي كيكون عادي مره وبيني يعني الماء سخون ما بارد صافيو كننقرش به وانا كنحاول نحل داك الكوسكوس أو الطعام بهذا الشكل هذا غدي نخليها كيبرطغي واحدة شوية وغدي نخدم بيدي شوفوا معي دي هنا صراحة كنت مقت شوية دي الفول شوفوا لي كردو لي دي شوفوا صراحة نجابل ما قديتش اليوم قولوا لي شنون دير ليوم قولوا لي شنون دير لد الفول صراحة كيد بغلي في دي مهم ما علينا أخواتي صافي هنا بعد ما كبرت شوية كنا نكمل الرشاق دي الكوسكوس ديالي وانا كنحلم زيان بهذا الشكل هذا مكتبقى نحتشي قوقافة يعني احتشي كويرة أو تكتولات وانتو ما راح باعلختها وكنخليوها ايضا حتى كيشرب ذاك الكيميا ديال لما اللي كرش شو به تقريبا كاس كبير هكا مش كرش تقريبا لهاد الكيميا اللي استعملت انا مهمتو ما يستخدموا الكيميا على حسب الاعداد ديال ديال افراد ديال العائلة ديالك بعد كنوضعوا في الكسكاس لمرة تانية من بعد ما وضعتوه المرة التانية غدي نوضعوا ايضا يتفور المرة التانية اللي هي المرة الاخيرة ايضا بنفس المدة يعني تقريبا خمسة وعشرين حسل ثلاثين دقيقة ونحيدوه هنا بعد ما وضعتوه يتفور تفورة تانية كما قدت لكم اللي هي تفورة الاخيرة غدي ناخد هنا واحد الاناء وغدي نوضع فيه ليتر ونص من الحليب الكيميا ديال الحليب كتبقى على حسب الكيميا ديال الكوسكوس اللي وضعتو ايضا غدي نوضع تقريبا المعرق ديال السكر سانيته اللي ما كتعجبوش الحلاوه ما يضيفاش كتافي فقط بالملح وغدي ندير ايضا وحضر الشيشة ديال الملحة بعد قد نوضع فوق النار غدي نخلي ان شاء الله حتى كيكون طالع بالفيضة وعطي نطفي عليه النار هنا بالنسبة الكوسكوس ديالنا بعد ما تفور تفورة تانية كما تلاحظوا معي هنا في هذا المرحلة غدي ناخد معلقة كبيرة ديال السمن البلدية او الزبدة بلدية وكنوضعها كتعطيه واحد الماضاق وواحد الرطوبة كي يجي واعر بزاف فكندخل في هاد المعلقة ديال السمن بالنسبة الاخوة او السيدات اللي ممتوفوش عندهم السمن فكتضيفو الزبدة يعني الزبدة العادية اي زبدة عندكم هيا صافي هنا بعد ما كندخل فيهم زيان ديال معلقة ديال السمن كنحاول نحلو هكا بزيان وكنوضعوه صحا التقديم هانتو ما شوفو اللي ياره هما كيجي في حتش يحو بيبات يعني كيجي حباء لختها كما كان قولو وكيجي رطب وواعر في الماضاق ديالو طريقة اللي سهلة وبسيطة وفوقلي هو قصير من بعد ما كنوضعوه فصحا التقديم كيفما كتلاحظو معياه في الصورة هانا غدي ناخدك الحليب من بعد ما في يوتو هو هادا صافي وغادي نروي به به بالشكل هادا انا استخدمت هنا في الاول فقط الملعقة ومن بعد عاد غادي نخوي هكا مباشرة باش كيتقاس كله وبدك الحليب صراحة كيجي واعر بالسف هكا تحضروه للغضاء او العشاء كيجي خطير جدا وكيجي زوين هكا بالحليب مره مره هكا الانسان كيتشهها يعني كيبتلها كشوية الكسكس بالخوضار او بتسفايا وكيتوحش صراحة كيجي لعقلها كشوية الكسكس بالحليب كيجي رائع جدا طريقة اللي سهلة وبسيطة واسهل من نوع مكاين صافي من بعد غادي نكمل تبقي ذي الحليب حالك وغادي نرويه مليح غادي تشرب وانتو مكا تتاكلو وانتو مكا تضيدو الحليب فيه صافي اذا وشكل نهائي يلوك فيما قد لاحظ معين بعد ما وضعنا عنو الحليب كيجي وقاعر بساف كيجي رطب وبنين بساف نتمنى انكم تشربوه تردو لي اخوتي اخواتاتين نتمنى ان هاد الفيديو اده يعجبكم نتمنى يلعجبكم تفارتعوه مع اخوتيكم وصحابكم مع عقال الناس اللي قتعرفو فضلا وليس امرا اشتركوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة